والحقيقة ووتشت عامل قلق ومسلسلات الناس كلها بتتكلم عنها على باب العمارة وقبله بلت وكان قيل بالدنيا وكمان ابتدى مسلسل تاني عامل حالة خاصة وهو المسلسل اسمه حالة خاصة ابتدى عرض حلقتين منه فيه اشدادات واسعة على سوشال ميديا على المسلسل وخصوصا الموضوع مش دايما بيطرح في الدراما وواضح ان المنصات بقت بتختار مواضيع مختلفة وفي نفس الوقت بقت مكان للنجاح بجد لانه الناس اصلا بقت اتجاهها ناحية المنصات فانه كمان نشوف افكار مختلفة ده بيخلي الموضوع كمان يعمل ضجة كبيرة جدا على وسائل التواصل الاجتماعي متهال من اول ما البرومو اصلا ابتدى يتحط للمسلسل ونسترد تتكلم عن المسلسل ومن اول ما ابتدى عرض البرومو ويشوفه الشخصية اللي طالع شخصية نديم المحامي وهو بيترافع قدام المحكمة وبيدور كده يعني تروح كده في دماغه كل الكلمات وتيجي اللي كانت بتتقله من الناس اللي حواليه الكلمات بقى اللي شجعته الكلمات اللي احبطته وفي حالة من التوتر قدام القاضي اعتقد الناس كلها بتريد تتشدر الموضوع وتشوف ايه الموضوع ووجود غادة عادل طبعا وهي المحامية بقى المخضرمة اللي بتشتغل في المسلسل بطولة مجموعة الحقيقة من النجوم اللي كلنا بنحبهم غادة عادل طبعا النجمة الجميلة طهد سوقي اللي اصلا زهوره ووجوده بطل في المسلسل اعتقد انه هو بالنسبة لناس كتير مميز جدا 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 لانه الناس كتواجد عليه في الادوار الكوميدية هو طالع بدور مختلف هنا وطالع بطل وهنا دور المنصات الحقيقة قبل كده شفنا بلتو كان البطولة كلها الشباب وكان الحقيقة عامل حالة كبيرة جدا ودي هنا الميزة الكبيرة اللي بتخلقها المنصات نرجع للمسلسل حالة خاصة مجموعة من الابطال الحقيقة حسنة بروس احمد طارق يعني حقا مسلسل الواحد مستمتع به شخصيا ومبسوط ان الناس ابتدت تتشد انواع المسلسلات المختلفة وده اللي خلي المنتجين ما تخافش انها تروح للمسلسلات دي ناخد دلوقتي على التليفون منتج العمل طارق الجناني مساء الخير عليك ومبروك اهلا بيك يا فنم اهلا بيك مشكل جدا على المقدمة الضريفة جدا المسلسل اللي عامل قلق على السوشال ميديا والمنصات واختيارك للمواضيع الحقيقة بقى ملفت جدا المسلسل بيتكلم عن التوحد ودي مش مش مسلسلات كتير بنلاقيها وده بيفرق حتى مع الناس اللي عندها حالات توحد جوه وصارها انها تلاقي انها وقد حقها حتى في الدراما اه والله يعني الحمد لله انا حد طبعا من الاول اذكر الاطقاء في واضشة ان هم قدية حماسوا اللي عمل اه وشايفوا في حاجة مختلفة مش شابه حاجة تانية موجودة خلص اه المسلسل بيدور في مكتب محامية الشخصية الرئيسية اللي فيها او يعني عنده فعلا توحد بس اه يمكن احنا عشان دخلنا بقى في الموضوع اكتر فافهمنا اه الاطياف المختلفة من اه مرض زي التوحد اه فا اتمنى ان المسلسل باذن الله زي ما هو ناجح مع الناس جدا دلوقتي ويعني المخبضين طبعا من رب الفعل اللي حصل في ال 24 ساعة اللي بتاتت انه اه يقرب الناس لبعض اه يعني اتمنى ان احنا قدر نوصل فكرة انه اه الاختلاف مش مش غلط او ما يقلقش او ما بالعكس يعني احنا كلنا في الاخر يعني ربنا اللي خلقنا بنكمل بعض بصورة ما هيعمل اكتر حاجة كنت متخوف منها لما مسكت ورق المسلسل ده ايه ولما ابتدى يتقدم المسلسل تخوفتك دي كانت في مكانها ايه اللي حصل بصي اوقات والله الواحد بخاف قوي لما مشروع بيعجبني بزيادة الا انه اه لا لازم احنا في الاخر برضو كصناعة اوقات لازم نفرق ما بين ايه اللي بيعجبنا احنا لقراءنا الشخصية وايه اللي ممكن يعجب الجمهور لان احنا في الاخر احنا في صناعة اه طرصهية اه طبعا بيبقى ممتاز جدا ان احنا نظر نعمل حاجة طرصهية وفيها رسالة وفيها اه 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 تعليمية برضو في نفس الوقت يعني زي ما بيقولوا بره اديوتاينمنت اه اه ففيها وقات بس الواحد بقى لان هل اللي عجبني اوي ده هيعجب الناس برضو اه ولا لا اه كنا حرجسين اوي انه وده حقيق صراحة ده كان عند مهابي يعني من من ساعة ما ابتدى يكتب المسلسل انه ازاي ممكن تاخدي اه موضوع مهم جدا وموضوع جد جدا وموضوع بيلمس قلوب الناس جدا وتتعامل معه بصورة اه لايت جدا فما ما يبقاش مسلسل اه كئيب او 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 كده لانه فيها وقت لو راحتي لحتة اغمق شوية يعني بالا باللغة الدرجة اه ممكن تفكر لي جزء جدير من الجمهور انما لو قدرتي انك توصلي اللي انت عايزة توصليه في نطاق اه في بسمة هتخدم القضية اصلا والعمل نفسه انت جاين هينجح بالضبط وهيوسع هيوسع الشريحة اللي ممكن تفرج عليه اكثر الكل هيستفيد كلمني عن طاق دسوقي بقى شوية يعني اختيار الشباب انهم يكونوا ابطال في اعمال للمنصات اعتقد ده بقى توجه واضح والحقيقة انه دايما بيثبتوا انهم قد الموضوع بصراحة دي بردو تاني والله انيش عشان الامل على واتشب بس يعني اعمال تاعت واتشب تتكلم عن نفسها واتشب باقى في الحكادي اوي انه اعمل اراضي اعمل زي بوتو كسر الدنيا عمله اعمل زي ريفو كسر الدنيا في اعمال تانية كتيرة اوات عملت بوجوه كديدة و الاقت نجاح كدير جدا احنا من الشركات اللي بنحب آآ نشتغل مع الناس جديدة احنا زمان آآ آآ اشتغلنا مع آآ آآ فهن وشيك والشام يجب كان لسه آآ آآ اول حاجة عملوها معنا وهو مطلعين آآ فين جوم كتير اول من اللي موجودين النهاردة يلت المرة زمان كنا عملنا مسلسل بتاع شارباتلوز كان كمية وجوه جديدة موجودة في شارباتلوز النهاردة بقوم كون جوم آآ ابطال ونجوم يعني من اول آآ مع حفظ الالقاب للجميع يعني محمد شهين محمد فراد محمد سلام آآ 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 آ� كل الناس شايفة أنه هو الأهم في الحتة دي الفترة اللي جاية لما جيت اتكلمت معاه للموضوع هنا ما كنتش عارف هو ممكن يشوفه ازاي لأنه أنا في رأيي 90 لو مش 95 في المياه من اللي في مكان طاها كان هيخاف أنه يروح للحتة دي صح طبعا لأنه كان هيبقى بيفكر وانا إيه اللي يخليني عمل سيدة دلوقتي طبما أنا في الشباب لأنا في الشباب بالضبط وأكمل فيها واتعه كده إنما طاها مخ نضيف جدا الناس أوقات كثيرة بتنسى أن الممثل الكوميدي أصعب من تمثيل الدراما لأن أنا من واحدة عياتك أسهل بكثير أو منه يدحكك فمش كثير للأسف من الممثلين الكوميدي بيبقى عندهم استعداد أو الجرأة كافية أنه هما يروحوا يخذوا تجارب دراماية قيلة إنما شفت مثلا محمد سعد لما عملت فيلم كينز إزاي عملت دور مهم جدا وكبير جدا لأنه ممثل عنده عنده كتير عنده كتير قوي يعني طاها واحد لسه في بداية حياته بس هو حقيقي حقيقي شاطر 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 بصورة مش عادية مش بس كموهبة تفايني في العمل عموما حاجة تحترم قوي 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 بصراحة يعني لاتجاه للمنصات بيحقق نجاح يوازي النجاح اللي الشاشات بتقدمه نحن بصي فيه فيلم أمريكاني جاب قديم بتاع كافين كوتنر اسمه فيلدوب درين كان مبني حوالين الكونسب بتاع If you build it, they will come لو بنتيها هيجوا فأنا مقتنع أني أي عمل بيتعامل صح أو بيتعامل حلو أو بيتعامل بإيجادة على قد ما نقدر بيلاقي جمهور بتاعه سواء العمل ده للتلفزيون للمنصة للسينما برنامج دوكيمانت لو أتعامل صح هيلاقي اللي يجيبه وأعمال زي الحمد لله حالة خاصة على واتش دلوقتي بيثبت أنه الجمهور العربي جمهور زواق جمهور لما بتديله حاجة تحترمه هو بنجحها جميل جدا ردود الفعل اللي عندنا على الحاجات في الأيام اللي فاتت يعني صاري ما بين المبارح والنهاردة مبهرة ومن أكتر حاجات اللي بستانة أنه إزاي الناس بتاخد بالها من تفاصيل صغيرة جدا إحنا ممكن نكون إحنا كنا زرعينها وما كناش مدخلين إن كل الناس ممكن تاخد بالها منها أو كده إنما حقيقي حقيقي جمهور محترم جدا بيحترم وبينجح اللي بيحترم لأ وأنا أعتقد كمان الموضوع المحامة وإش هو حلو عليك يعني هو بعد سوتس برضو ونجاح الكبير اللي سوتس عمله موضوع المحامة برضو وإش هو حلو عليك وغدا وشها دايما برضو حلو معنا كانت معنا في الميزان الزمان والميزان برضو كان كفر الدنيا وأنا غالبا كنت فيه جزء جوها كان عايزي بقى محامية أو حاجة فأنا معرفش دي بقى حب دايما الحاجات اللي فيها محامية الحلقة الثانية أفلى بطريقة لسه فيه حاجة هنشوف الحل بتاعها في الثالثة فكل الناس عملاب تبعث من دلوقتي يا جماعة طب إيه ده طب إحنا عايزين الثالثة من دلوقتي بتادى يجيلي عروض رشاوي كتير إني أفراجهم على الحلقة الثالثة رسلها هنغيز دلوقتي لسه ماسك نفسي إنما الناس فعلا الحمد لله متفاعلة مع الموضوع جميع أول الأرقام اللي ظهرة للمسالسل من التفاعل على السوشيال ميديا والحاجات المختلفة من المبارح للنهار ده يعني الحلقة الثالثة هتنزل إنت بقى في الأربعة الجاية إن شاء الله الثالثة والرابعة مع بعض إن شاء الله على خير وعايزين نعرف فيديو في شرف تانيين هيظهروا في المسالسل ولا لا أكيد يعني مش هقولك هنشوف كلنا مع بعض أنا ببركلك وبشكركم على العمل ده وعلى مجهودكم الكبير وشكرا جزيلا أنا بشكركم وببركلك وبشكر كل الكرو يعني اللي عمل لنا كل الشغل الرائع ده وفي انتظار الحقيقة بقى الحلقات نستمتع جميعا بشكرك المنتج طارق الجناني شكرا جزيلا على وجودك معنا شكرا لكل فريق العمل يعني إن شاء الله نستمتع جميعا بمسالسل حالة خاصة على ووتشت ويعني نستمر كده في المتابعة ونحل كلنا نحل يعني القضية ونشوف إيه اللي هيحصل في الحلقات التالتة والربعة